لماذا فائدة الربح عند البنوك الإسلامية مرتفعة؟ هل لضغط من البنك المركزي كما يقولون أم راجع لضعف المشتركين في البنوك الإسلامية أو لماذا؟ هؤولا قد لا نوافق الشخص السائل على أن الربح دائما أغلى في البنوك الإسلامية لا هذا سوق معتمد على العرض والطلب ففي بعض الأحيان في بعض المنتجات نجد أن البنوك الإسلامية وأن بعض البنوك الإسلامية هي أقل من حيث الربح التي تأخذه وهي الأنسب للناس هناك عروض في بعض الأحيان قد تكون البنوك الإسلامية هي الأفضل أو بعض البنوك الإسلامية هي الأفضل هذا سوق وفيه عرض وطلب وفيه لكل منشأة اقتصادية خطط معينة وهذه الخطط هي التي تجعلها ترفع في بعض الأحيان وتخفض في بعض الأحيان فلذلك ليست دائما مرتفعة قد تكون هي المرتفعة وقد تكون منخفضة لكن هناك مسوّغات تجعل من البنوك الإسلامية أكثر كلفة من غيرها من البنوك فالبنوك الإسلامية من حيث الوحدات وحدات الرقابة الشرعية وهي وحدات متعددة وفيها موظفون كثيرون في الالتزام الشرعي والتدقيق الشرعي والتدقيق الخارقي والداخلي هذه الوحدات فيها موظفون كثيرون وهؤلاء الموظفون لا بد لهم كما تعلمون من رواتب وغير ذلك وهذه الرواتب هي كلفة في الحقيقة أي منشأة اقتصادية وتجارية أولا تغطي كلفها فهي ستغطي هذه الكلفة كلها وهي كلف كبيرة وليست يسيرة الأمر الثاني البنوك الإسلامية في تعاملها مع المماطلين لا يجوز لها أن تأخذ على هؤلاء المماطلين شيئا فكل من تأخر عن الدفع وهذا التأخر ألزم فيه بمبلغ الالتزام بالتبرع بسبب تأخره غير المعذور فهذا مبلغ الالتزام بالتبرع مع يسره هو يصرف لغير مصالح البنك كما نعلم بل يصرف هذا المبلغ في الأعمال الخيرية العامة في حين أن البنوك التقليدية تأقذ مثل هذه المبالغ فهذه كلفة عليها وهي فرصة للبنوك التقليدية مع كون هذا الأخطيط محرما كذلك إن جينا إلى البنوك الإسلامية في قضايا المدينين المعسرين الشرع يأمرها بأمر ربنا سبحانه وتعالى يقول فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فالشخص المعسر لا يجوز أن يؤخذ عليه أي زيادة من مبلغه في حين أن البنوك التقليدية تفرض أنت معسر أو لست معسرا في الشهر الأول والثاني والثالثية تأقذ زيادة أما في البنوك الإسلامية فلا تأقذ البنوك الإسلامية شيئا لذلك في أحوال التعسر والتعثر البنوك الإسلامية لا تأقذ شيئا بل إعادة الجدولة في البنوك الإسلامية للديون قد يكون هناك شخص سرح من عمله وهذا التسريح من العمل يقضي بأن هذا الإنسان لا يجد المال لكن تتوقف الديون التي عليه والأقصاط التي عليه ولا يجوز أن تقض عليه مبالغ أكثر ومن هنا لا نجد قضايا المتعثرين في البنوك الإسلامية الذين تعثرهم بسبب التسريح من عمل لا نجدها في المحاكم فهؤلاء معذرون باسم الشرع والعقود كلها تدل على هذا العذر في حين أننا نجد هذه القضايا في البنوك الربوية ولا نجدها في البنوك الإسلامية ولأجل ذلك الكلفون العملية في البنوك الإسلامية وتمويلاتها أكثر فهذا يفترض معه أم تكون أرباحه أو أن تكون كلفة التمويل معهم أعلى من كلفة التمويل عند البنوك التقليدية ولكن مع ذلك لا نجد هذا الأمر دائما بل نجده في منتجات عدة في البنوك الإسلامية وقد تكون في عروض أو في مناسبات معينة قد تكون كلفة التمويل في البنوك الإسلامية أقل من كلفة التمويل في البنوك التقليدية لذلك فالمسألة ليست واحدة ليس هناك ضغط من البنك المركزي فالبنوك كلها تعاملوا عملة واحدة لكن مقتضيات الالتزام بالشريعة الإسلامية هي التي تجعل لهذا الالتزام كلفة معينة قد تجعل كلفة التمويل أعلى والله تعالى أعلى